اهلا وسهلا بكم انا معتاز زهاني ودي قناة كتب والسينما في كتاب السنة بقى عايزين نعمل قايمة عن افضل الافلام في 2019 ولكن هو يعني العرف كده بيبقى دايما توب 10 يعني افضل عشر افلام بس بصراحة السنة كانت مليانة افلام قوية جدا ومن الصعب ان احنا نختزل الموضوع انا حاولت قدر الامكان يعني كنت الاول اعملها افضل 40 فيلم بعدين حاولت اقللهم شوية فخلتهم افضل 20 فيلم لان فكرة افضل 10 اه صعب جدا لاني هخرج كده افلام يعني قوية جدا في 2019 برا الليستة او كده فهتبقى الموضوع صعب فالطريقة تعمل افضل 20 فيلم فالمهم هنكون يعني مقتصرين جدا لان معظم الافلام دي عامل لها مراجعة على القناة يعني لو عايزين نستفاضة في الكلام عن الفيلم ولكن هنا في القايمة تكون استعراض سريع جدا عشان يعني ايه بنستعرض الليست بشكل سريع فهنخش في الموضوع على طول رقم عشرين فيلم طبعا من كتابة واخراج جوردان بيل وهو فيلم يعني مليء بقى بالرموز والاسقطات السياسية زي ما شفنا وطبعا هو كمان يعني يصنف ان هو رعب وهو من الافلام اللي كانت قيمة في 2019 واشاد بيها النقاط رقم ساعتاشر طبعا فيلم ده بيحكي عن قصة ازاي بقى عملوا وشفنا الاداء العبقري التمثيلي من ميل جيبسون وشون بين طبعا كان يعني اداءهم في التمثيل العبقري والقصة في حد ذاتها كانت جيدة جدا والفيلم كان واخد تقييم عالي ولكن بعض النقاط معجبهمش القصة او يمكن شافوا انها مش يعني يغيروا شوية في القصة الحقيقية فمعجبهمش الفيلم في بعض الناس ولكن هو واخد تقييم اه جيد هو يعتبر من افضل افلام العام بسبب الاداء التمثيلي رقم 18 دكتور سليب طبعا قصة ستيفن كينج وهو يعني ايه الجزء اللي بعد فيلم الشهير القديم زا شاينينج وهو من اخراج مايك فلانجان رقم 17 ده فيلم بقى البحث عن الوطن البحث او يعني المدينة بتاعتك اتغيرت بشكل كبير وانت متمسك بحلمك في هزا المدينة وكمان بيناقش كمان يعني ازاي الناس اتغيرت في المكان ده وقصة الصداقة اللي كانت بتربط بين الابطال في الفيلم رقم 16 زبينة باتر فالكون فيلم ده رائع جدا فيلم جميل قصة انسانية عظيمة عن شاب يعني ايه من اصحاب القدرات الخاصة هو شاب اه منغولي واحد طفل قصين وصغير وازاي نقدر نعمله بانسانية ونرفض الاساءة للناس دي ونعملهم بافضل شكل ونحقق احلامهم فيلم يعني على الصعيد الانساني فيلم متميز جدا في 2019. رقم 15 توجو ده الفيلم بقى بيحكي عن قصة يعني كلب مشاغب في منطقة جليدية طبعا وانتشار مرض او وباء وازاي بقى المهمة الخطيرة جدا اللي بيقوم بها بطل الفيلم يعني انقاذ المكان بتاعه ودور بقى الكلب والعلاقة ما بين الكلب وآآ بطل الفيلم وزوجته كمان اللي كانت هي بيطلع على الكلب في البداية الفيلم ده جميل جدا ومؤثر جدا. رقم 14. ده طبعا بطولة توم هانكس وبيقوم بدور الاعلامي الكبير واللي بيقدم كان بيقدم برامج اطفال وبرامج تانية وبرامج ازاعية. وآآ يعني عمل حاجات كتير فريد روجرز وقصة انسانية وازاي اثر في حياة يا قصة حقيقية وازاي اثر في حياة آآ صحفي ويغير من افكاره وقناعاته بشكل جميل جدا. رقم 13. ده طبعا هو الفيلم بيناقش بقى يعني استقالة البابا بيندكت وجي بعد كده البابا فرانسيز وقصة والحوار اللي ضار ما بينهم بقى في فترة ما قبل الاستقالة كل واحد بيحكي عن آآ تاريخه او يعني حياته وبنشوف علاقة الصداقة اللي ما بينهم ويروح التسامح الجميل. رقم 12 طبعا بطولة دانيال كريج ايضا بقى المحقق الخاص اللي يعني في جريمة يا طرى من الجاني مين اللي قتل الراجل للعجوز ومين اللي كان همه موضوع الفلوس ويعني ايه يا لغز وانت مطلوب منك ايه تحقق في اللغز ده وهو يعني اللي بيحبوا نوعية افلام والحاجات البوليسية ويطرى من الجاني. رقم 11 طبعا فيلم ده مليء ببطولة نسائية قوية جدا مجموعة يعني الممثلات الموجودات كلهم ابطال ومعهم كمان وهو مأخوز عن الرواية العالمية الشهيرة الكلاسيكية. رقم 10 الفيلم ده بيتكلم عن اسرة صينية بيناقش قضية مهمة جدا هل من حق المريض انه يعرف ان هو مريض لو ما عنده مرض خطير ولا تخبي عليه والدارع عليه وخلاص وتسيبه يعني يستمتع باخر ايام حياته وما تقولوش الحكاية دي. وازاي بقى هيأثر على العلاقة الاسرية في تجمع عشان كان فيه فرح وكده. فالفيلم يعني فيه دفء اسري ويعني حاجات العلاقة بقى من البنت والاسرة وبنت وجدتها. فيلم برضو مليئة مشاعر قوية جدا. رقم 9 فورد فراري طبعا هو الفيلم هنا يعني ماد ديمون وكريستين بيل تمثيل عشرة على عشرة. وكمان التصوير بقى في حلبات السباق. بتكلم عن طبعا شركة فورد ومنافستها شركة فراري وازاي يعني الشركة عايزة تتجلب على الاخرى في حلبة السباق. مش بس فيه انتاج السيارات وازاي بقى ده على مستوى الادارة وانهم يجيبوا يعني اه واحد كان متصابق سابق واصبح يملك مصنع للسيارات ويقدر يطور عربية ويخش السباقات ويكسب بعد كده مستقبلا. رقم تمانية طبعا فيه اختلاف بقى ممكن هنا يقول لك لا فيه عجبهاش الفيلم فيه ناس عجبها جدا الفيلم انا ناس اللي عجبني الفيلم يكفي الاداء التمثيل اللي احنا شفناه والحوارات اللي كانت ما بينهم وطبعا يعني هو الفيلم زي ما قلنا انه هو مليان رمزيات كان فيه حلقة في القناة نعملها شرح الفيلم هو زي ما المخرج قال حسب رؤية المخرج مليان يعني بالرموز وكده وفيه بعض الهلاوس يعني فيه فكرة الفيلم نفسها حلوة جدا عن اه يعني افكار او معتقادات قديمة اغريقية فشوفوا شرح الفيلم دايما الاول قبل ما تخفش عليه لانه هو فيلم اصلا يعني اه صعب في تفسيره ولكن طبعا التمثيل كان ممتاز جدا جدا في الفيلم وكان تصويره بالابيض والاسود زي ما شفنا رقم سبعة جوجو رابط طبعا فيلم ده من احسن افلام الفين وتسعتاشر ازاي يكون طفله صغير في يعني فترة بقى انهم بيجندوا الاطفال للنازية وكده وتخيل ان طفل صديقه التخيولي هو هتلر شخصيا فازاي الاطفال بيتزرع فيها الافكار اللي ممكن يتأثر على حياتهم وهل الطفل بيحتفظ جواه ببعض البقايا الانسانية لسه والرحمة ولا هما قضوا عليها تماما وجندوا تجنيد كامل رقم ستة طبعا رائعة فيلم من رواقع تارنتينو وطبعا نشوف لنا برضو وزاي التمثيل كان ممتاز والقصة نفسها بتتكلم عن العصر ازاي بيبقى في هوليوت في الستينات وممثل يعني كان بيخفض بريقه وكده وازاي يعني عايز يرجع تاني للنجومية وعلاقة الصداقة مع اللي بيساعده في الافلام واللي بيقوم بدور اللي هو بتاعه في المشاهد الخطرة. رقم خمسة طبعا نشوفنا سكارل جوهانسون وادم درايفر في مشهد الخناء اللي كانت ما بينهم قصة انفصال يعني بين زوجين ولكن بشكل متحضر بشكل يعني لسه جواهم مشاعر اه احترام لبعض او حب لبعض رغم المشهد الخناء العنيف اللي كان موجود ولكن خروج بشكل يعني نقول انه محترم رغم ان هما ازهروا اه كل واحد طلع يعني السلبيات اللي في الطرف الاخر ولكن شوفنا ازاي كان الفيلم يعني فيه اه مشاعر قوية لبعض حتى اخر مشهد. طبعا طبعا الفيلم ده فيلم جميل جدا ادم سندلر ايم بدور البطولة وبتكلم بقى عن يعني تاجر اه دهب وماس وكده يهودي وازاي بقى السوق وطبعا هو مدمن رهانات وبنشوف وعليه فلوس لناس وبنشوف يا ترى الطمع والرغبة بقى في مزيد من الرهانات والكلام ده هيقدي بيه لايه يعني هل اه جزاء الطمع هيكون ايه واللهس وراء الفلوس بشكل كبير. رقم ثلاثة سوبر سيرتي ده فيلم هندي. انا كنت اعمل حلقة على افضل عشر افلام هندية بس اه يعني ده ما ينفعش يتساب اه ما يبقاش اه في وسط الافلام عموما يعني يتحط في قيمة افضل عشرين فيلم عموما مش بس في الهندي. ده فيلم ده عبقري عن واحد عبقري الرياضيات قصة حقية وازاي عمل يعني كان بيحاول يساعد الفقراء في انهم يحققوا احلامهم ويخشوا الجامعات اللي هم عايزينها ويبقوا يعني اصحاب مناصب مرموقة جدا كانت كل ظروفهم ومشاكلهم الفقر هو بيساعدهم اقول لهم انا هعلمكم مجانا وهديكم كل اللي عندي والمهم ان انتم تنجحوا قصة تضحية وقصة يعني دعونا فيلم تنمية بشرية فيلم رائع جدا في 2019 رقم اتنين فيلم براسايد طبعا هو فيلم الكوري الرائع جدا وهو الفيلم زي ما شوفنا بقى بيناقش موضوع الاسر الفقيرة وهل اه الاسر الاغنية والعلاقة ما بينهم هل في حقد من الفقر على الاغنية وازاي يتسللوا لحياة الاغنية نفسهم يعيشوا زيهم والمشاكل الاجتماعية في قوريا واحد اقول طب فين بقى جوكر وايرش مان هو انا اضطريت اعمل كده يعني عارف زي ما بيرتبوا كده بتوع مسلا السنوات العامة والكلام ده اول والاول مقرر لان مش عارف احط واحد منهم التاني لان هم دقول ما ينفعش واحد اقول ان ده المركز التاني هو عموما جوكر وايرش مان الاول والاول مقرر هم الاتنين المركز الاول مقدرش يحط واحد يعني لان الاتنين هم اروع افلام العام وجوكر ما ينفعش تحط مركز تاني او تالت ابدا يعني باي شكل من الاشكال لازم تحط اول وتحط معاه فيلم طبعا زي ما شوفنا بقى الاداء العبقاري في جوكر واكين فانيكس وكمان زي ايرش مان مليان نجوم وفيلم من اروع افلام العصابات والمافيا وطويل شوية بس ولكن كان ممتع لو عايز لو لسه حد هيشوفه ممكن تقسمه على يعني مرحلتين كده متشوفوش مراحة لانه هو مدته طويلة شوية ولكن سكورسيزي طبعا وكل الابطال اللي معاه فهو احسن هو وفيلم جوكر دي كانت الليستة بشكل سريع جدا ومختصر طبعا ما دخلناش في تفاصيل الافلام لان كل الافلام دي هتلاقيها مراجعتها موجودة على القناة فاحنا يدوب بس استعراض سريع اللي انا كنت اعملها ويا رب بتكون عجبتكم طبعا بتكون فيه ان يعني الترتيب اه ناس بتغير اه لا احط دات خامس لا احط دات تالت طبعا كل واحد وزوقه يعني كل واحد بيكون لي بشكل مختلف وهتلاقي حتى على بشكل عام هتلاقي بقى كل واحد عام عمرك ما هتلاقي واحد زي التاني دايما الترتيبات مختلفة بس عموما الافلام في المجمل هتلاقيها يعني كلهم في قرابين من بعض بس الترتيبات هتختلف بشكل كبير ويا رب بتكون الحلقة عجبتكم واشوفكم على خير وكرسان طيبين واشوفكم في الحلقة القادمة اه ومع السلامة